عايش أحمد البشير، كيف يتحرك؟ أكو ملاحقة أمنية؟ أكو خطر على حياتك؟ أكو تهديدات فعلية حقيقية؟ لو أنت تمارس حياتك مثل ما تقولي على البلاي ستيشن بالليل حد الآن تبقى الأرباع الفجر على البلاي ستيشن؟ ليس على البلاي ستيشن، ليس كل شيء يقدر أمرحك أجد والله، هذا السؤال تحديداً أنا سألتك يا لأن أكو في أمن الجمهور ينتظرون أي إشارة من أحمد البشير بهذا الاتجار؟ هذا الجمهورة، يعني الشباب أخذين أسميهم بالعادة تتعلق تعليق بتويتر وينزلهم ثلاثة ألاف واحد يعلقون وراك يسألك هاي الأسئلة بدون ما تجاوبهم فأنا أريد أسألك بخدمهم لا أتبقى والله، لأنهم تدري تويتر لا يطلب كيف هو يصعب أنا أريد أسألك هذا السؤال ابتداءً هل تلقيت تهديدات أمنية؟ هل حياتك مهددة حقيقة بخطر تحركاتك صعبة؟ موضوع التهديدات الأمنية هذا موجود من زمان من أول ما بلشنا بالبرنامج في 2014 هي تهديدات جدية؟ طبعاً نحن نجد جدية خؤدنا واحد من العاملين الله يذكره بالخير والحمد لله وشكره أنه قام بالسلامة مصطفى، مصطفى نضرب ستشينة إجاء أحد استهدفه ونضربه ونجراحه أوشك أنه يتوفر الرجال بس الحمد لله يعني ماعرف شون عاش يعني نحن متشنصين أنه عاش أهلة بحوبة أهلة وحوبة قرائبة ومحبية وقلبة طيب محاولتين اغتيال فاشلة في أحد البلدان أقول لك نحن تجينا تهديداتها أيضاً لكن محاولات اغتيال، يوجد فرق بين التهديد وبين محاولة اغتيال محاولة اغتيال أي بمعنى إنه واحد جاي وحذر ويريدي جوي، خططوا، اشتروا اسلاح ينفذون، ساعة التنفيذ صار الغاء هذه المحاولة ترصد يعني ترصد واحدة من عندهم ماعرف شون فضلت يعني بالغلط بالصدفة تماماً كانت تكو دورية مع شرطة أمام البيت توقعوا أن هذه الدورية حماية إلية فانهزموا توقعوا أنه أنا محمي من قبل هذه الدولة أو شيء بالصدفة موجودة كانت تماماً يبدو أحد الجوارين كان هو ضابط أو هيتشيف كانت تخططون أن يدخلون لك للبيت؟ كانت تخططين يدخلون للبيت وكان يعرفون أني واحد بالبيت وكان الفكرة أنه يدخلون بالبيت ونهاية أسبوع فللاحد يكتشف الموضوع يكونون مسافرين ونراجعين هذا الخطة كانت وبالصدفة انكشفت يبدو وبالصدفة طلعت من المكان هذا تعرف هذه كلمة العلاس بالعراقي؟ أي طبعاً يدلي الناس على بيتك؟ لا هم جواب من المكان الذي يشتغل بي وظلوا يراقمون آآ بقوا يترصدون سبوع عشر تيام هم يراقمون تقريباً هذا السبب أنه أنت اللي لم تقدر تستغرب بمكان واحد له هذا ما لا علاقة واحد من الأسباب واحد من الأسباب وهذه أتمنى لك التوفيق أحمد شكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر